مرحبا متابعين قناتي رح يلاقوا هذا الفيديو شوي مختلف لاني بهذا الفيديو اليوم ما رح يغني وانما رح احكي عن شي بهم كل اللاجئين بالمانيا اليوم رح احكي عن القراد القراد هو اسم يطلق على كائن من مفصليات الارجل هو صغير الحجم ويعود الى العناكب وليس الى الحشرات وهو كائن طفيلي يوجد منه حوالي 800 نوع والكثير منه يقوم بمهاجمة البشر وليس فقط الحيوانات تستطيع القراد وضع ما يقارب 18 الف بيضة في المرة الواحدة ونجدها في الغابات والحدائق ونفايات الارض المختلفة وتنشط غالبا في فصلي الربيع والصيف عندما تتم عملية الفقص تخرج اليرقات المسطحة وتبقى منتظرة على الحشائش والشجيرات كي تقوم بلصق نفسها على حيوان ما او حتى انسان يعبر بجانبها تتواجد القراد بشكل كبير في امريكا وافريقيا واوروبا وتلتسق باغلب الاحيان بالحيوانات المنزلية مثل القطط والكلاب ان التنزه في الطبيعة له مخاطر مرافقة فالشجيرات والاعشاب تخفي بسهولة هذه المخلوقات الصغيرة المتعطشة للدماء هي كائنات محصنة جدا ويمكنها ان تعيش في حالة صبات لفترة طويلة وعندما تشعر بالحرارة او انبعاث غازتانيوكسيد الكربون من زفير الثديات تستيقظ وتلتسق بالجسم الحار عندما تلتسق هذه الحشرة بالجلد تغرز رأسها داخل الجلد ولذلك عند اخراجها يجب اتباع تعليمات معينة وهي كالتالي لا تنزع القرادة من جسمها حتى لا ينقطع رأسها فعند بقاء رأسها داخل الجلد من الممكن ان يسبب ذلك التهابات يجب امساك القرادة قرب فمها بملقط ونحاول قدر الامكان ان لا نعصر بطنها المنتفخ نزيل القرادة بلطف واحكام القرادة يحمل العديد من الامراض التي من الممكن ان تكون خطيرة جدا على الانسان والتي ان لم تتم معالجتها بسرعة من الممكن ان تؤدي الى نتائج وخيمة اما بالنسبة للوقاية فينصح الاطباء بارتداء ملابس تغطي جميع اعضاء الجسم وينصح ايضا بتفتيش الجسد بالكامل قبل النوم لكي لا ندع للقرادة فرصة الاختفاء في الجسم فعادة تحتاج الى وقت طويل للبحث عن مكان ملائم في الجسم قبل ان تقوم بغرز رأسها داخل الجلد وبالنهاية بشكركم لمتابعة هذا الفيديو وبتمنى لكم الصحة والسلامة ولا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لهذا الفيديو لاكبر عدد من اصدقائكم بالمانيا منشان يقدروا يستفيدوا منهم باي